اشتركوا في القناة 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 ينجح ويسجل الهداف كما يسجل الهداف في سنة الفارطة وقت اللي كان المدرب متاعه طارق ثابت دونك أنا حسب رأيه في الترجل هذه تونسي فما مشكلة متاع توظيف لاعبين وفما مشكلة متاع بتاتر متاع كوميونيكاسيون بين البعض الأطراف في الإدارة وبين اللاعبين هذا ما يفسر وأنه لاعب يكون في يعني يقدم مردود طيب ومردود إيجابي يقدم الإضافة مع في بطولات أخرى وقت اللي يجي للتونس دونك كيف هو كيف برشة لاعبين أخرين تصير له مشاكل متاع تققله مشاكل متاع لاعبين بتاتر الفستير مشاكل مع الإداريين واحنا لحقيقة ما نحكيش على الترجل يتو في في جل الأندية في الرابطة الرابطة الأولى فما ديما زوز واحد زوز في الإدارة اللي التوجه يعني اللي الأبجكتيف متاعه ما هوش رياضي ما هوش كورت قدم دونك هوا الحاجة يمشي ديريكت يعمل برادو فير مع لاعب أو اثنين أو ثلاثة يخرجهم حتى من الكنسانتراسيون متاعهم بشوية بشوية سي نرمال ما هوش بش يعطيك روندو مو تكثر المشاكل وتكثر التأويلات إسكندر الزدين تم أبعاده مع توقاي توقاي رجع للتدريبات الجماعية والزدين ما رجعش عطا ما تفسر اللقاعة تصير معه للاعبين ولا برش اللغز معناها لغز كبير ولا فترة خيب تقال بحاجة صحيحة قال مسالة كوميونيكاسيون نرجو حكاية قايس ونرجو كوميونيكاسيون مهم جدا انك توصل معلومة وانه يكون عندك خصائي نفساني يشوف المعنويات متاع اللاعبين وكذا وكذا نحن نستبعده سوء اني نستبعده هالحكاية الصور هذي اللي نعرفه انه اللاعب عنده في سقيه ما شاء الله ليه واللي نعرفه ايضا اللاعب متخلق برش ومتربي برش بوه فما عروضه لبرة اثرت عليه ما اثرتش انا شخصيا ما عنديش المعلومة ولكن اللي نعرف ومتأكد منه انه اي لاعب عنده عروض هو ولا يبحث على العروض مدام مش قاعد لاقي بلاست ويناجم يكون عنده عروض مقبل ويناجم يكون عنده العروض مقبله ويأثر عليه نفسانيا اللاعب نزي صغير وكذا وغيره ولكن هل انه الترجل الذي تونسي حقيقة ما انت ما تعرش تتصرف مع بعض من اللاعبين اعتقد لي معتها ليه المدير متاع ترجي عندهم مختصين تبارك الله عنده كيشا بوت على رأسه محمد المدب معتها اللي منصورش كان يخلي حاجه كيف نهاكه تتعدى اينا ما يش ندفع علي اسكاندر اما سؤال عشي هو بالذات طو ملاعبين تونس الكل معتها منضبطين ومشالله عنهم الكل عشي هو بالذات فما حاجه ليش مفهومة فما سر اكيد جدا فما حاجه غامضه ما نجموش نعطيه انا من 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 منبري هذا ولا من كوني صحفي اعلامي ما نجموش نعطي معلومة متاع تكاهونات ولا يظهر لي تقريب فما اشكال صحيح هذا ما نجموش ننفيوه ولكن يزمني نثبت شخصيا نوعدك اسلام انه باش نحاول نعطي المعلومة صحيحة اللي نتمنىه انه طفل هذا يرجع يلعب سواء كان مع الترجي ولا غير الترجي نعرف انه ترجي فريق كما كان يحكي ايضا ثابت رو فريق انت دوبلير يعني انك تلع في الترجي لا يعني انك تكون اساسي هكتشوف الحارس له المنتخب الوطني تونسي لتوى معتها بناك في الترجي تونسي بشير بن سعيد واصبح له ما كان له حتى في المنتخب معي طولوش هذا هو يعني كتقول لي انتي تقاي ولا غيره هكريتو نعب مع المنتخب الجازيري هذي اختيارات مدرب هل اخطأ كاردوزو ام لا حسب رأي اخطأ ولكن في عدم اقحامه مثلا انه يوصل للواقعي لا لا هو هو موش كاردوزو شواء شواء ايداري موش فني نحن نحكي عن الغموض هنا لانه كاردوزو هلانه الادارة لانه يجب ان نفهمه بالزبط اسكو فامالصلب الاشكال معتها شنية بالزبط مش نعطيه معلومة ونحن مش متأكديم الميام الوضعية مروهن بين عَضك معلومة يا له ليه ليه مش معلومة يجقلنا اسكاندر احنا كم لعبيه نغلته في الشوام لاهو الفين نمشي كانت تفول solve enits ويكون في جماعي كبيرة في الاوروب هذا خلال اضحان لعبت معه تفعل ما عنيو ونتبعت وانه في الجماعي كبيرة أنت كنا أصحب عليك نجح مرتضار هنا لا嫌 باش نكونوا واضحين راو هو كان نعفل كان نعفل لدفيا كيرجا خكمل فقط فبت مخذيش مجايش حتى اوفر من النجم الساحلي لي اعطوا باش نكونوا واضحين نحن مش مشكل نحكي عشوال يختاروا اليوم هوك شواء عملتوا هك شفت قاعدة تحاسب عليه لا بروب نس لا مستوى متاع بطولة تونسية لحقيقة بطولة عربية مع فريق كبير مع درجة ثانية في فرنسا موش مع فريق كبير يعني في فريق أوروبي كبير يعني اصمعني التراجع اعطيتوا حقه اكثر من لازم العب عطيني الزادين طوي نعطي الاكزامبل بالرمضة قد يسجمنا هدف ملعبش برشة ذلك حقه اكثر من لازم ملعبش برشة وحطك العب هاو لعبوه مدفع ايمن هاو لعبوه جناي ايمن من ساوي كم مليابي واليوم عندك دي كالي تي تتحطني يقول تنشيط تسايبونا من الحكايات تسايبونا من الحكايات تتكلم تقول لك اليوم حطوه في بوزيسيون هزو الجرجيس في جرجيس هزو الفلان حطوه في بيجا في بيجا اخي سامحلي انتي اليوم عندك الكالي تي من هاول اعطيك بار اكزومبل انتي عمار جمل كي حطوه في نار كونتر الاهلي يقالوا حطوه في مانطة ولا في مدفع تتحطي حطا في غزة يشاوى الكلام تينا جوار يكون حاضر يشاوى جوار حطيتون في مدفع حطيتون في جرجيس يا عندك ولا ما عندك شوى رجعوه بعد جرجيس في جرجيس حطوه في مدفع ايه وهو مش حاضر فيزيك ما يا واندي حاضر تكون حاضر تلعب التراشي كون حاضر وقت يستحقني المدرب نكون حاضر ما فاميش هذي كلام تقولي يا وانتي او مرون دفعت على اللاعب فنية دفعت عليه ممكن ان تراجع لي تونسي ممكن فهمة خطاء فني ممكن فهمة اشكالية ادارية ممكن فهمة اشكالية متاعة اقل انا ماشا اسمعلي لكن الولد هو قيمة ثابتة تي قيمة ثابتة مع تاني وترجي يعني ينادي كبير كيف كيف ويعرف اشنو الياس الحبيب يعني مرون انت حسبريك ما ماشا اشكال ايدارية اسمعلي اسمعلي انا كنا نصر وما نسجعوش على السهريات وكنت معانا اقوي مدرب في الفيزيك وكنا نحضر ونعبط وتستحق من يكون موجود موجود من هذا اليوم اخذي فرصة وحكينا عليه اكثر من لازم الترجي يجب ان يبدل جامعي من الاخر الترجي ما يظلمته وليك كنتي ديسبلين وليك كنتي حد شي المعبطية انا كنا نخرج من اليوم شكون عندك ديسبلين حبنا نجده بالاسامي يملغتانه لو اخد ديسبلين معانت انا اليوم عندي ترجي ما نقوله لي ركس اهر البرح ولا شقع التعب معانت هذي اليوم ياسر انا من رأي كم لعبي حبيته يكون يكمل في اليتوال صحيح جيت الترجي جامعية كبيرة كنت بتنجم تظهر فيها انا بارا مجدي تراولي من نجم رياضي السعلي ما نجيه حتى احد من اليتوال مجدي تراولي اليوم انت زادام عناش انا حبيت نحكي معاه انا طفل رأو ريت الترجي ماشي نجم رياضي السعلي ريت النجم رياضي السعلي حتى كي تحكي ودي ديسبلين يسمع ويكتصر تغتي عليك جامعيتك لام اليوم ما يرحموك شا تراجي مكش ولد انتي مش تغتيك المليع بيعمل شواء غالط كان نجح نجح بركة لو فيه سقيجة بيتو ماليوم راو اتكي تغلت غالطة راكي تغلت غالطة ومهيش جامعيتك راكي تغلت غالطة ومهيش جامعيتك راي لطولت نجم تعديلك الشهر الثنين تغتيك تحميك جامعيتك كي ما عملا الاسبرانس فيه مميش الزادام راي ما تحميكش الاسبرانس مجدي تراوي جي في جنرسون بيه جي ولد نجم رياضي السعلي وطوى حتى في البرلتواتي دافع على التراجي رياضي تونسي معنا ولا أبن خليك عمل عدن أنا بالنسبة لي أنا معتصة دام أنا كببليك رفي عمل تضحية بكونه كان ابن النجم رياضي السعلي وجال التراجي رياضي تونسي ونعرف الحساسية ببنزو الجامعيت هذه لحقيقة أنا ما زلت الرأل ولا يدي هذا مظلوم في التراجي ها مش قلك عليش أولا جاك وضحى مانا طوى خسر نجم رياضي السعلي وطوى في تيقه بشي خسر التراجي رياضي تونسي ماننزو الجامعيات كبال اليوم المال مول عبت كل تحلي مش تلعب فيها في تونس مع السفاقس والنادي الفريقي أنا هنا النادي رياضي السفاقسي أنا هنا نقول حاش يخي طوى التراجي مش عنده مدرب جديد وفما مرحلة جديدة يخي إدارة التراجي مش تسعى بش توفر جميع اللاعبين للمدرب هذا يا ذاي أكد مش كل مش فاني مختلف هاي هانيش قلت لك هان باش الانترونير يتفرش فيه في فيديو ولا في حاجة كلهم مينو سايدة ذاي رانس حقه انت علمت الانترونير هذا شنو التكتيك متاعه ولا السراتيجي متاعه في الجوارات أعطيه فرصة زيدة الولاي تخليه أعطينا وإلا الحقيقة وليد خرج حكا في برجة مواضيع باهية ودافع على تراجي منهم نقطة صدية من الحقيقة ما كان عادش العبادي اللي أحكي عليها وليد غير فعله أعطينا شنو مشكلته ينجب تكون مشكلته ديريكت مع رئيس النادي يقول لا معنا معاش يساعدني الجوار كما حكا ثابت تفرجنا فيه العبادي الكل وورا ديكاليتي كبيرة في النجب الرادي السيحلي وكان موجود معنا كما قال لك يصير راجيته دي زوفر لكن هنا يتوى الشوام تيهو التراجي على قد مضحها صدية بالجال التراجي والكلامات اللي صارت عليه في سوسة ومعاش ينجب يدخل صدية ومعاش ينجب يكور في سوسة التراجي اللحقيقة ما مضحاتش مع صدية كانت نجم تعطيه أكثر والتوى المشكلة كما قال السلام ما رغنير شنو اللب بالموضوع واضح صدية يخذ فيه تيبلو كروي يخذ فيه مستحقاته كاملة وكيد اذا كان عمده مستحقات متبقية يخذ كاملة المستحقات المشاكل وما يتوى المشكلة نعم من لعب كيفية ترجع الى تونسي ولا يتخذوا بالقرار على التحدث عنه لا يمكن أن نكون جلسة مع رئيس النادي سيد حدم المدب و مع مركز الصدق يبدو أن يكون قطيع حتى جلسة و حلول وفاقية بينهم نتمنى التوفيق للعب لعب كبير لحقيقة وإن شاء الله يثبت الإمكانيات سواء في تونس أو كما تقول اومر كيف يتحرك الهاتف؟ ما هو الهاتف؟ ما هو الهاتف؟ لا يوجد كبير مع الهاتف في راتس لا يوجد سلم على بنك الهاتف ويجب أن يتحرك الهاتف هذا هو الذي يتحرك منه ويجب أن يكون ديسيبلينا ويحب المشاكل ويجب أن يكون ذا حيه سكان دل حجيم فهو بطول التعالم الذي يمتلك في تونس سنأخذنا عنك كيف التفاصيل الجامعة التنسية المبارزة في السيف يتحرك في مدة سنوات تعرف الجائزة كبيرة وعما نأعرف كيف أتيتها في الجامعة التنسية في تونس تنظيم أكبر ويعطيص شراء المبارزة في السيف ذو السنة الفارتة وأيضا إ Lupara فع Pilot لكن قبل الجائزة الكبيرة �رثنا بغدوة 20 إضافة جمعة شامعة من ٢١١ إلى ٢٢١ مونديال السكريم فلوري يعني السيف الشيش. هناك بعض التعديد الاختصاصات والأولمبيا بيرات. سنأخذك في تفاصيل ما عندي السيد سوفيان الشواشي الموجود معنا بتيفون رئيس الجامعة تونسية المبارزة بالسيف. سي سوفيان أهلا بك. مرحبا بكم. مرحبا بمجتمعي راديو مسك. شكرا لك سي سوفيان. سنأخذ ما عندك التفاصيل بخصوص البطولة هذه الحدث كبير في تونس. آآ هو حدث كبير. البطولة هذه غابت على تونس عشرين سنين. هذه آآ او جبناها بعد عشرين سنين. سنين آآ البطولة هذه بس آآ قيمتها بحضور البلدان. عناها سجلت آآ ستة واربعين بلاد سجلت حضورها. معناها ستة واربعين نحنا بيدنا كالجنة التنظيم. ما قعدنا فرحانين في الوريك اللي تونس والتي توجهها لتنظيم مثل هذه الدورات بالنسبة المبارزة. كذلك سجلت آآ حضور أربع مائة واربع وعشرين مبارز ومبارز. أربع مائة واربع وعشرين. معناها هذا رقم قياسي. نحن نتوى الاستعدادات حتيثة من نقامة واستقبال الوفود. معناها بشو نقول لك. مش سهل استقبال الأعداد الكبيرة الزائدة. لا مش سهل. هذا نحكي لك. ما غير من ناخده لطار الفني والتبي وشبه التبي. معناها هذم مبارزين ومبارزات. أربع مائة واربع وعشرين. بطولة هذي باش تبدأ كي مقلة سيسكندر نهار واحد وعشرين نوفمبر. وباش تنتهي اربع وعشرين. هي بطولة كاس عالم أكبر وكبريات سلاح الشيش وفيرة. تبدأ نهار واحد وعشرين بالأدواردة تمهيدية بالنسبة الكبريات. وعشرين الأدواردة تمهيدية بالنسبة للأكبر. وبعد ثم نهايات اللي بشكون نهاية فردي نهاية فردي. أفرتي دو دي ساتور تمت نهار تافة وعشرين. وكذلك بالنسبة للفرق. انتلاقا من الساعة السادسة مساء. شكوني مثل تونس في البطولة هذي. شكوني معاملين عليه للتقلق خاصة. والله يشوف نحنا موضع الصعب كجيل الذهبي. يسار ويناس بباكة دايوري. يناس بباكة بش تكون حاضرة في هذه البطولة. فانت قاعد تدعاها كمعناها رمز. وتفوق تعال المبارزات التوينسة. نحنا عنا فريق 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 المنتخب أكبر بش نشاركوا بسبعة مبارزين. بقيادة علي الغرايري. وبالنسبة للمبارزات ثمانية ثمانية مبارزات بقيادة ياسين العياري. نحب نقول ونوضح لنا اللي فيما فيهم بالنسبة للرجال. ثم واحد سينيور كابر واحد وستة أواس. واحد أسعر. وبالنسبة للبنات زوز دو سينيور ودو جينيور وتركادة. نحن قاعدين نتعم ونطلعوا في جيل جديد. نحبوا يستنسوا بالأجوال العالمية ويحتكوا بالمبارزين العالميين. لكي نرفعوا من المستوى الفني للمبارزين المبارزات. واضح. يعطيك الصحة. شكرا لك سيسوفيانا تدخل لك معنا وبالتوثيق إن شاء الله في البطولة هذه سواء على المستوى الرياضي أو مستوى التنظيمي. راو راد السوطون استوى قاعدة استقبل في العالم راو بأيدي مفتوحة. راو ستة واربعين دليل دراء ومش شوية راو. صحيح. عاديك الصحة. شكرا لك سيسوفيانا كامل معك سكانت. حدث كبير. حدث كبير بينسير وكما قالك راو شوف راو المبارزة بالسيف. من الاختصاصات اللي قاعدة تنور في تونس. في المحافل الدولية. كي قال لك واليوم سدعو إيناس البوبكري. شوف في وقت لي إيناس البوبكري. يعني ما وفيتش خطر كاملة الاختصاص المتاحة. اللي يستدعوها وينجمو يستدعو عزة وسارة بسباس. وغيرهم. واليوم فارس الفرجاني معتها صاحب الميدالية الفضية الأولمبية في المبارزة بالسيف. دونك ولده. هذا الاختصاص ينجم يجيب أبطال أخرين. وهي فرصة. مونديال غاب عنده مدة طويلة على تونس. إنه يعطيه الفرصة تعرف إذا كان بلد أخرى نظمتها. باش تتكلف برشة باش تتنقل عدد متع المشيركين تويسا تقريبا خمستاش بين ذكور وإناث. دونك ها وجيت لبلادنا. تنظيم هذا. دونك فرصة اللي مهمة اللي يحتكوا بالأبطال بتالعالم. وإن شاء الله إن شاء الله تكون فايدة كبيرة. وسيسوفيا نظل يمحكيش عن الجران بري. دونك هذا مونديال السينيور. فهم مونديال آخر الجينيور في الحمامات بعده بالضبط. ثم في جانفي الجايزة الكبرى. اللي هي أفضل حتى وأقوى قيمتها. وهذا ما يكون الفيسون نسا. مبارزة بشيك ملاشي الحقيقة قديمة من أورتنا يعني. خاصة في الألعاب الأولمبية وفي الابتاظارات الكبيرة. دي ما فهمش كون يخرج كل سواء من البنات ومن الأولاد. يخرج يعني بطالة أو يعني. نسكن مشاكلة ينسبوا بكري وفرس فرجيني وأبطال. دونك ملاشي راح بنقص الدعم. سارة وعزة بسبيس بالفعل. هاما اسكندر بعض صاعات ما نفهموهاش والله. بعد صاعات ما نفهموهاش بالحق. معنى ما يتوكيما. مستقيم هذا مختلف. سلاح الشيش حاجة. حل جوجل تلقى القوانين لكل ذا. معنى ما ليناش عباد تخرج تفسرينها. لازم ينتضرب بالصيف وين يمشي. ما نفهموهاش. ما نفهموهاش. زوز 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 من بعض يحدي ينسي لكل بحدي. مثلا لو كانت أنه فيما أماكن معاينة. تحيل سيري ذالب ورامي. هالي المستقبل دونك تقايد. نقطة فما مكينيات فما فارز. فما فارز حتى فلسكرين. الاربيتر كي يغلط. يمشي يعمل يعاد يشوف. مراد هاي فرصة جايتنا في تونس. بطولة كبيرة أخويا. نتقبعها ونفهموه. نتقبعها ونفهموه. أخويا أنا أعتقدنوا لدخول مجاني. في الأربع أيام هاد. معلقى لـ 23 و 24 فنالات. نمشي يكونوا فرجوين. مرحبا بالنس الكل. نمشي نتفرجوا. كيف سألت بنياتكم في المساجات عندكم عندكم البعض ساعة. قطلوا فرصة نمشي نويوك سيري ذالبورة. نتفرجوا في التظاهر هايدي. ممتقس. سيري ذالك كاسكريمير معتها. لا تفرجي في مبرشة في موبرز. ربي أهديكم. شكرا لكم مختار دابوس. معاش جمينا مختار معنا. خاصة نكي بش تحكيو عالموبرز. شكرا لكم مرواي. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.